أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق ورحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات تكنولوجيا الخامات للصف الثالث تكنولوجيا الخامات زي ما تكلمنا وطول الترمي اللي فات بنتكلم عن إنها مادة من المواد العلمية اللي بتعتمد على المعلومات المحددة ما فيش فيها مجال للرأي أو للقياس لأنها مادة بتعتمد على معلومة علمية مبنية على طبيعة الخامة اللي أنا بتكلم عنها كلمنا برضو في إن الخامات هي الضلع الثالث في مسلس التكنولوجيا الخامات والمعدات والعمليات مكملة طبعا عمليات بتتكلم عن طرق تنفيذ الدهان المعدات بتتكلم عن الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في تطبيق الدهان الخامات بتتكلم عن طبيعة كل خامة ويمكن مش بكون ببالغ لما أقول إن الخامات يمكن أكتر حاجة ممكن تفسد عملية الدهان إذا كان العامل أو الفني مش على دراية كافية بطبيعة المواد أو الخامات اللي بيستخدمها أو اللي بيتعامل معها يعني العامل لو مش عارف إيه اللحم دي إيه اللقلوي إن دهان السليلوزي ما ينفعش على دهان زيتي أو إن كذا ينفع مع كذا وما ينفعش مع كذا وده بيدوب في إيه وده ما بيدوبش في إيه وده مائي وده زيتي وده بيطفو وده كسفته عالية وده كسفته قليلة المعلومات دي مهمة جدا في عملية نجاح تكوين الدهان يبقى الخامات هي مادة مش مادة نظرية لا هي مادة فيها معلومات نظرية ولكن مفيدة جدا على الجانب العملي ومهمة جدا للمزخرفين والفنانين والعملين في مجال الدهانات إن هم يكونوا عارفين طبيعة كل خامة عارفين مصدرها عارفين إيه الخواص بتاعتها بتتفاعل مع إيه طبيعتها الكيميائية إيه وطريقة التعامل مع إيه إيه درجات الحرارة اللي بتستحملها إيه اللي ممكن يفسدها اللي ممكن يفقدها قوة اللصق وهكذا كل ده بندرسه في مادة تكنولوجيا الخاملة طيب اتكلمنا في الحلقة السابقة عن كنا طبعا مسترسلين في الحلقات الماضية مجموعة من الحلقات بنتكلم عن خامات الطباعة اختتمناها في الحلقة السابقة ولكن احنا لسه مخلصناش لكن كان آخرها حلقة عن الخامات القاصة بالطباعة البارزة وكيفية صناعة قوالب الطباعة البارزة والخامات المستخدمة في عمليات الطباعة البارزة كنا توقفنا عند الأحبار المستخدمة في عملية الطباعة وإزاي بقوم بعملية الطباعة وإم تختار الحبر ده للطباعة أو الكتابة وإيه الفرق بينهم أيها الشاطرين اللي فاكرين بيقولوا لي إن حبر الطباعة ينفع على أسطح متعددة وبينشك بالتفاعل مع الأكسوجين ولكن حبر الكتابة بيكون خفيف القوام طبعا حبر الطباعة بيكون ثقيل القوام وزي قلنا بيتفاعل مع الهواء علشان يجف لكن حبر الكتابة بيكون خفيف القوام والورق بيمتصه عشان كده بحتاج ورق يكون مسامه وسطحه يسمح بعملية الامتصاص والاحتكاك لما جاء اكتب بالقلم الرصاص مثلا وهكذا لكن طبعا إحنا هنا بنتكلم عن الأحبار يعني المقصود بها زي اللي موجودة في حبر الأقلام الجاف وما إلى ذلك يبقى الأحبار عندي في أحبار طباعة وفي أحبار كتابة خلونا نسترجم مع بعض الجزء الأخير اللي احنا تكلمنا فيه عن الأحبار وبعد كده إن شاء الله نستكمل الدرس بتاعنا في الخامات المستخدمة في الطباعة البارزة اتكلمنا قلنا الخامات المستخدمة في الطباعة البارزة الأحبار نوعين أحبار زيتية وأحبار مائية يبقى خمات الطباعة أو خمات اللي بيتم بها الطباعة الأحبار زي الأحبار الزيتية والأحبار المائية بعد كده قلنا حبر الطباعة مختلف عن حبر الكتابة وده قلناها الحلقة السابقة لأن حبر الطباعة كثيف القوام بيجف بامتصاص أكسوجين الهواء أما حبر الكتابة بيكون خفيف وبيجف بالتشرب وبتبخر المادة المخففة الموجودة فيه وانا اعتقد ان ده موضع سؤال جيد في الامتحان ممكن يجي يسألني او يسألني سؤال صحة وغلط يقول لي حبر الطباعة بيكون اكثر كثافة من حبر الكتابة حبر الكتابة بيكون اكثر كثافة من حبر الطباعة طبعا اذا قال لي ان حبر الطباعة اكثر كثافة يبقى العبارة صحيحة لكن اذا قال لي ان حبر الكتابة هو اللي اتقل او اكثر كثافة تبقى العبارة خاطئة وهكذا يبقى النهاردة الجمل اللي من نوعية دي بحس انها تنفع تكون موضع سؤال جيد يتركب حبر الطباعة من حامل دهني وهو المعروف باسم الورنيش ومادة ملونة ومادة مجففة تساعد على سرعة الجفاف ايه خواص الحبر المستخدم في الطباعة البرزة؟ يكون لونه فاتح يكون رائحة غير كريهة ويكون لين عشان اقدر اوزعه بسهولة يكون بطيء الجفاف على السطح الطباعي وسريع الانتقال والجفاف على السطح المطبوع او على الورق ودي شرحناها بالتفصيل في الحلقة السابقة لما قلنا ان هو لو جف على القالب الطباعي هيحصل ايه مش هينقله للسطح هاجي احطه على السطح اطبع به هلاقي الحبر لزق في السطح الطباعي انا مش عايزه يلزق في السطح الطباعي انا عايزه يكون السطح الطباعي ده مجرد وعاء بيحملي الحبر من الحبارة لسطح الورق المطلوب طبعته لكن انا عايزه يثبت فين عايزه يثبت على الورق يبقى انا عايزه على الورق يجف ويثبت يكون محايد لا يتفاعل كيميائيا على السطوح التي يطبع منها او عليها يعني ما جيش استخدم نوع حبر يكون فيه مادة كيميائية بتبواز اللينيليوم يكون فيه مادة كيميائية بتعمل على تآكل الخشب لا لازم يكون فيه مادة مثلا بتتفاعل مع الورق يبقى لازم يكون محايد لا يتفاعل مع السطح المطبوع ولا مع السطح الطباعي او قالب الطباعة يكون طبقة رقيقة جدا او يكون طبقة رقيقة جدا على سطح الورق تجف بمجرد التعرض للهواء يعني ما يبقاش كتلة ما يبقاش قوامه سميك يكون طبقة رقيقة سريعة الجفاف بمجرد التعرض للهواء ايه انواع الاحبار عندنا حبر البرونز حبر الليثوغراف حبر الفوتوغرافير حبر البرونز حبر الليثوغراف حبر الفوتوغرافير او الفوتوغرافر حبر الانالينة طبعا خدناها قبل كده من الصبغات اللي دعسناها في الصف الاول حبر التصطير طبعا ده واضح كده الحبر اللي بيعملوا بالسطور بتاعة الكشكيل اللي احنا بنكتب عليها يبقى النهاردة عندي حبر البرونز حبر الليثوغراف حبر الفوتوغرافير او الفوتوغرافر وحبر الانالينة وحبر التصطير وطبعا عندي بقى مواد مجففة بتضاف مع الاحبار المواد دي بتعمل ايه؟ بتساعد على سرعة جفاف الحبر المواد دي نوعين مواد سائلة تتركب من زيت بزرق كتان المغلي واكسيد الرصاص زي ما بضيف للبوية مجففات تعمل على الاسراع من الجفاف بضيف للاحبار مجففات تعمل على الاسراع بالجفاف دي يقيمة تكون سائلة او عجينة يقيمة طبعا تكون مواد جفة المواد الجفة زي اكسيد الرصاص او سلفات الزينك او المنجنيز تاني انا عملت الحبر اعيز الحبر ينشف بسرعة فبحط له مادة تساعد على سرعة الجفاف مواد مساعدة مجففة المادة دي تكون على شكل عجينة او سائل مكون من زيت بزرق كتان المغلي واكسيد الرصاص طبعا احنا دايما عارفين ان الرصاص من المواد التي تساعد في عملية سرعة الجفاف وبضيف طبعا بنسب بسيطة للبوية او للحبر المواد الصلبة زي اكسيد الرصاص او سلفات الزينك او المنجنيز دي بتضاف بنسب صغيرة للحبر عشان تساعد على سرعة الجفاف فيه بقى مخففات دي بتخفف لي قوام الحبر زي زيت بزرق كتان او الورنيش الخفيف بتخلي القوام لو متكتل يكون سلس وسهل وتعمل لي سيولة في قوام الحبر في عندي خامات مساعدة بتحسن من خواص الحبر زي القلافونية زي شمع البرافين زي صبغة الانالين فيه موزيبات زي زيت بزرق كتان المغلي تخفيف الاحبار الزيتية والتنار الثنر ده هو التنار لتخفيف الاحبار ايضا وسرعة جفافها وكذلك لتنظيف القوالب اذا القوالب اتسخت لان طبعا لو انا عندي فراغات او جزر من الارضية ما بين الجزء البارز والحاجات دي مع مرور الوقت اخدت حبرة او بقت سميكة هتعمل لي مشكلة لازم انضف القالب الطباعي اول باول علشان خاطر يفضل نظيف ومحافظ على جودته الموزيبات زي الكيروسين موزيب مؤثر رخيص يعني موزيب قوي ولكن سعره رخيص كيروسين اللي هو الجاز البنزين موزيب وموزيل للاحبار موزيب يعني ممكن احطه عليها عشان يخففها موزيل يعني ممكن انضف به القوالب الطباعية وبيستخدم طبعا فيه التنظيف النفط المعدني اللي هو المادة الاساسية في تخفيف البيات الزيتية ممكن استخدمه هنا هو والتربنتين في عمليات التخفيف ننتقل بقى لخمات تنفيذ طباعة الاعلانات بمكينة الطباعة اللي هي البلوتر والقطر بلوتر وطبعا هنا الطباعة غير القطر وطبعا انا عندي هنا خمات الاعلانات انا بعتقد من وجهة نظري ان باب الاعلانات ده باب مهم جدا وكتير منكم ممكن يشتغل في بدايات حياته في مجال الاعلان لان مجال الاعلان دلوقتي لكن طبعا محتاجين نكتسب نزود خبراتنا في مجال برامج الحاسب الآلي والفوتوشوب والقدرة على ان انا اعمل تصميمات وتعديلات في التصميمات على برامج الحاسب الآلي ده مهم جدا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والديجيتال والانتقال الرقمي فالنهار ده بقى عندنا ولكن ولكن تبقى الفكرة هي البطل في عملية الاعلان اسعدني الحظ في بدايات دراستي في الجامعة ان انا اشتغلت في مجال الاعلان طبعا برضو كبدايات وكعمل بسيط جدا ان انت كطالب زخرفة انت عندك القدرة عن انك تفكر على انك تعمل تصميم على انك تعمل فكرة خلاصة القول في مجال الاعلانات ان الاساس في الاعلان الفكرة لكن انت ليك دور تاني انت مش مجرد عندك الابداع في ايجاد فكرة تجذب المشاهد لا انت كمان عندك الابداع فانك تقوم بتنفيذ الفكرة دي لاننا لو عندي فكرة رائعة جدا وتم تنفيذ الاعلان بشكل غير جيد مش هيجذب المشاهد كتير مننا يبتدي ينزل يشتري سلعة او يعرف مكان او يتعرف على حاجة جديدة اول مرة يعرفها من خلال الاعلان الاعلان مهم جدا 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 احنا بقى كطلاب في قسم الزخرفة اعلقتنا بموضوع الاعلانات اولا لازم نبقى عارفين اهم الخامات الاعلانية لازم نبقى عارفين حاجات بسيطة جدا عن طريقة كتابة الخط انتوا درستوا بعض الخطوط الفرنجية والخطوط العربية البسيطة في مادة الرسم الفني وفي مادة التدريبات العملية انتوا بتقدروا تستغلوا ده بيطلب منكم في بعض المهام في الرسم الفني اعمل غلاف اعمل فكرة مجلة وهكذا او اعلان مثلا عن موضوع او اي مناسبة من المناسبات او اي موضوع من الموضوعات اللي ممكن اعمله في اطار ان انا بستخدم الخط مع الشكل او التصميم بالنسبة للاعلان الاعلان لازم يكون جازب لازم يكون ملفط للنظر لازم يكون من خمات تتناسب مع طبيعة المكان اللي هتحط في الاعلان عشان كده دايما بنسمع كلمة اندور واو الدور او الدور يعني خارج الباب يعني في الخارج يعني الاعلان معرض لامطار معرض لأطربة معرض لكيمويات معرض لأشعة فوق بنفسجية لكن الاندور ده محدود جوه المكان طب هل فيهم حد تكلفته اعلى من التاني؟ اه هم كل واحد فيهم ليه ميزة بتطلب منه في الاو الدور انا بحتاج حاجة بتقوم العوامل الجوية ولكن دايما نلقى الدور في الغالب بنسبة 99% بيكون بعيد عن الرؤية المباشرة فممكن اعمله بحاجة اسمها ريزيليوشن او دقة او عدد البيكسلز في الوحدة القياس او في السنتيمتر او في البوصة يعني هحاول ابسط لكم الفكرة دي انت ما بتقرب من شاشة التلفزيون قوي بتلاقي الصورة عبارة عن مجموعة نقط الدوتس دي او البيكسلز دي البيكسل دي اللي هي النقاط اللي بتتكون منها الصورة كل ما البيكسلز دي بتزيت في السنتي او في البوصة الصورة بتبقى اكثر دقة ونقاءا ووضوحا طيب لما بيجي حتى لما بيجوا يقولوا على الصورة انها محببة يقولك دي مبكسلة احنا طبعا بنعرب كل المصطلحات الممكنة وده مش وحش اذا كنا فاهمين معناها الحقيقي يعني نرجع لفكرة ان انا النهاردة عندي الاوت دور بيتم رؤيته عن مسافة بعيدة فانا ممكن اعمله بريزيليوشن لدقة الطباعة تكون قليلة شوية لكن الان دور ده بتشاف من مسافات قريبة جدا محطوط جوه غرفة جوه قاعة معرض الرؤية مباشرة وصغيرة ومن مسافة قريبة فلازم الدقة بتاعته في الطباعة تكون دقة عالية لكن ممكن الخامات بتاعته ما تكونش بتقاوم الميا والخرارة والاشع فوق المنفسجية والامطار لانه موجود في مكان داخلي وغير معرض لهذه العوامل يبقى النهاردة خامات الاعلان عندي لازم تكون خامات متينة تكون مناسبة لنوع الاعلان تكون مناسبة للمكان اللي احط فيه الاعلان تكون كمان متونسبة مع الفكرة اللي انا بعبر عنها ودايما زي ما بنقول هم دلوقتي بتكلموا عن الزكاء الاصطناعي مهما كان الزكاء الاصطناعي في النهاية روح الابداع هي الموجودة في النفس البشرية فبالتالي حتى لو الزكاء الاصطناعي وصل لأقصى درجات ممكنة من الابداع فهو مستقي أصلا الخامة اللي هو عمل لها إعادة تدوير وتشكيل من الإنسان اللي صنعه فأنا شايفة ان احنا لازم نسق في إبداعنا ونعمل أعمال جيدة علشان ان شاء الله نقدر نشوق طريقنا في أي مجال ومجال الاعلانات من المجال اللي مفتوحة بشكل كبير جدا قدام طلاب قسم الزخرفة المجتهدين اللي بيطلعوا طبعا من الدراسة بقدر من المعلومات يخليهم يقدروا يلتحقوا بسوق العمل في المجالات المختلفة خلونا نشوف مع بعض أهم الخامات المستخدمة في صناعة الإعلانات خامة تنفيذ الإعلانات زي ما احنا شايفين كده فيه خامات أوتدور وفيه خامات اندور الأوددور اللي هي الطباعة الخارجية اللي تتحمل التغيرات الجوية طبعا لأنها موجودة في الخارج قلنا تغيرات جوية زي أمطار أتربة أشعة فوق بنفس جاية اللي موجودة في الشمس اللي احنا قلنا بتأثر تأثير كيميائي على الألوان خامات الإندور أو الداخلية خامة تباعة داخلية ما بتتعرضش للعوامل الجوية ايه أشهر خامات تنفيذ الإعلانات اللي أول خامة خامة الفيليكس الفيليكس فيس أو الفيليكس عبارة عن ايه مادة بيضاء تميل للزرقة لدنة يعني زي المشمع كده مصنوعة من المطاط وبعض المنتجات البترولية بتكون مدعمة بخيوط من المعدن الرفيع جدا لدرجة ان انت بتشك ان ده معدن من كتر ما هو دقيق ورفيع وبتعتبر من أقوى خامات التباعة تاني الفيليكس مادة لونها أبيض مصنوعة من المطاط ومصنوعة من بعض المواد البترولية ببتدي أدعمها من الداخل يعني انت لما تيجي تقطعه كده تلاقي جوه خيوط مش بتتقطع مصنوعة من المعدن الرفيع دي عشان تديله المتانة مع المرونة وبيعتبر من أقوى خامات التباعة بعد كده بيقول لي خواص الفيليكس ايه بقول له مقاومة للشد والضغط طبعا بتشد على شاسيه مقاوم للعوامل الجوية لأنه في الغالب بيكون أو الدور ناصع البياض عشان يتقبل للألوان ما أسرش عليها منفذ للضوء نافذة مش نافذة منفذة منفذة للضوء ثبات درجة لونها يعني ما بيتأسرش بالتعرض للعوامل الجوية يمكن تثبيتها بالمسامير في شاسيهات خشبية أو باللصق على الشاسيهات المعدنية بيستخدم في عمل لوحات الإعلانية المضيئة بيركب خلفها إضاءة ولوجهات المحلات والشركات وغيرها ولعمل اللوحات الدائمة المعمرة الخامة التانية هي خامة البنر البنر مايفرقش أي حاجة عن الفيليكس غير في بعض الحاجات البسيطة مادة بيضة زيها زي الفيليكس تماما ولكن إيه الاختلافات اللي بين البنر والفيليكس عدم قومته للعوامل الجوية لونه مزيه زي ألوان الفيليكس غير منفذ للضوء ولذلك لا يستخدم للإعلانات المضيئة وبيستخدم في الإعلانات المؤقتة بتاعة الحملات الانتخابية طيب خلونا ببساطة كده نقول إيه الفرق بين الفيليكس فيس والبنر أنا النهاردة عندي قطعتين من المشمعة القطعتين دول شكلهم يبدو أنهما زي بعض الاثنين المادة اللي هي هو طبعا مش مشمعة احنا قلنا مطاطي مع مواد من اللداء مع الخيوط المعدنية أنا عندي النهاردة المادة اللي هي مادة الفيليكس ومادة البنر يبدو المظهر الخارجي واحد ولكن أبتدي ألاقي الفيليكس لونه ميل للزرقة كده وتحسوا فيه نسبة زجاجية أو شفافية لكن نيجي على البنر بحس أنه أبيض معتم زي ورقة اللي سكتش كده طيب إيه الفرق بينهم؟ أولا الاثنين بتعمل لهم شاسية الشاسية هو عبارة عن إطار أو برواز من الخشب البرواز دوت بتوضع بداخله اللمبات من المتعارف عليه في مجال الإعلانات أن كل متر بيأخد من أربع لخمس لمبات في الورسينت المتر المربع من أربع لخمس لمبات في الورسينت طبعا قابلة للزيادة وقابلة للنقص زي أنت لما بتمشي في الشارع بتلاقي طبعا فيه دلوقتي شاشات ديجيتال متطورة غير اللي أنا بقوله لكن مازال الشاسيات اللي أنا بكلمك عنها دي مازالت موجودة موجودة على الكباري وموجودة على الطرق وموجودة في أماكن كتير جدا في وسط البلد وفي كل أماكن هتلاقي فيه لوحات معمولة من البانر ومن الفيليكس النهاردة البانر والفيليكس متشابهين ولكن ده بتشد على شاسيه وده بتشد على شاسيه ولكن شاسيه الفيليكس جوا إضاءة لأن الفيليكس مونفذ للضوء فالإضاءة بتاعته بتيجي منين؟ من الداخل يبقى شاسيه الفيليكس بتعمل عبارة عن صندوق علبة العلبة دي جواها عدد من لمبات الفلورسينت وبيتشد على الشكل الخارجي أو الغطاء الخارجي للعلبة دي أو للشاسي ده الفيليكس فيس وبيتسب دبابيس أو دباسات خاصة أو بمسامير أو بأي شكل من الأشكال في عملية التثبيت وبتشد طبعا زي الطابلة كده عشان يبقى قوي ويمتين ويديني مظهر جيد لأن الارتخاء فيه مع الهوى مع العرض ممكن يغباوز لي المظهر العام بتاع الإعلان فلازم بيبقى مشدود جيدا يبقى الفيليكس إضاء طمين من الداخل طيب نيجي بقى للشاسي بتاع البنر البنر غير منفذ للضوء طبعا أنا لو حطيت لمبات وراءه لاش أي قيمة إنما اللي بيحصل إيه أنا بشده على سطح مستوي يعني بيبقى عندي مثلا لافتة من الصاج 3 متر في 8 متر بعمل البنر عليها وببتدي أشده على الإطار الصاج دوت وممكن خشب وممكن أي خامل لأنه مش فارق معي هي غير منفذة للضوء ببتدي أشد البنر عليه أثبته تثبيت جيد بعد كده بسلط عليه الإضاءة من الخارج يبقى الفيليكس إضاءته من الداخل البنر إضاءته بتبقى من الخارج الفيليكس تحمله لعوامل الجوية أقوى من البنر عشان كده الفيليكس بستخدمه في الأعمال الدائمة يعني يفطط شركة اللافتة دي هتفضل موجودة طول ما الشركة موجودة لكن حملة إعلانية أو حملة انتخابية هتتعمل لفترة معينة وهتتشال زي مثلا على سبيل المثال الإعلان عن مسلسلات رمضان أنا النهاردة لما باجي أعمل إعلان عن مسلسلات رمضان فترة ما قبل رمضان بعد رمضان خلاص أصبح الإعلان ده إعلان مؤقت وانتهت الخدمة المطلوبة منه أو الوظيفة المطلوبة منه هنا بستخدم البنر لأن البنر محتاج استهلاك سريع مش معمر فبالتالي هو أفضل في العمال السريع لأن تكلفته طبعا بتكون أقل يبقى كده عرفنا الفرق بين البنر وبين الفريكس في ألخامات الإعلانية يبقى النهاردة استخدامات البنر بتكون زي ما قلنا في الإعلانات المؤقتة والحملات الانتخابية في ميزة تانية للبنر أنه بيستخدم في الإعلانات على الطرق والمواصلات لأنه بيقاوم الأتربة ولكن زي ما قلنا مش بيتحمل أوي العوامل الجوية طيب هنا ممكن يقولي بقى أنه ممكن يعيش في منه أنواع معمرة وأنواع أفضل شوية في البنر الداخلي أو الاندور هو إيه الفرق بين الداخلي والخارجي زي ما قلنا جودة وضقة الطباع اللي بنسميها الريزيليوشن أو عدد البكسلز في الوحدة سواء كانت بوصة أو سنتيمتر طبعا الاندور بيستخدم في الاستخدام الداخلي وطبعا ممكن استخدمه أو الدور ولكن لفترات قصيرة نظرا لعدم تحمله للعوامل الجوية لأنه الأشعة الفوقي بنفس الجاية بتخلي الألوان بتاعته تتلاشى البنر الأول الدور أو الخارجي يعني طبعا بيتحمل لحد أدنى لحد أقصى ست شهور لحد السنة يعني أقل حاجة ست شهور وأكتر حاجة سنة مش طبعا بيقعد فترات طويلة جدا زي الفلكس كل اللافتات الكبيرة بيتم طبعتها بأحبار HPUV اللي هي وضع خاص حيث تتحمل الشمس وعوامل التلاشي لمدة أطول من الأحبار العادية يبقى النهاردة لما باجي أعمل بانر أو بعمل فلكس في مكانة اطباعة البلوتر ببتدي أستخدم أحبار HPUV والUV هنا بيدي طبقة بتقاوم الأشعة فوق البنفسجية فبتمنع الألوان من التلاشي يعني الHPUV نوع من الأحبار المقاومة للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية الفنيل بيشبه المشمع أو البلاستيك أفرخ بلاستيكية زيتية اللاصق ولكن بسمك رقيق ومرونة عالية أقدر أشكلها زي ما أنا عايز مغطى وجهها اللاصق بدعامة ورقية وتصنع من مواد بلاستيكية ولداء ألوانها متعددة قوية اللاصق عن الاستيكر العادي طبعا ويمكن لصقها على الأسطح المختلفة الملساء زي الساج أو المعدن أو الفلكس أو البنر ولا يمكن نزعها من على الأسطح إلا بالبلور الساخن لأنها لما بتلزق مع مرور الوقت كل ما بتتعرض للشمس بتلزق أكتر جودة الصورة المطبوعة عليها تصل إلى 150 بيكسل ده اللي كنا لسه بنقول عليه في الإنش أو في البوسة طيب هنا خلينا قبل ما ننتقل من النقطة دي بيكلمني عن الفنيل الفنيل بيعمل إيه في الإعلانات؟ ببساطة عندي فكرتين أو استخدامين للفنيل في عندي فنيل ملون أحمر، أغضر، أزرق، أصفر ده بيعمل إيه؟ هل النهاردة أنا عندي كل استخدام الفلكس والبنر طباعة ديجيتال وبطبع عليه رسومات وأشكال؟ لا أنا هفترض أن أنا بعمل لافتة لطبيب اللافتة دي كل اللي هيتكتب فيها باللون الأحمر أو باللون الأزرق كلمة دكتور وباللون الأحمر اسم الدكتور يبقى النهاردة أنا عندي مش محتاج غير لونين اتنين على الأرضية البيضاء هنا أنا مش محتاج أعمل طباعة ومش محتاج أكلف نفسي تكلف الطباعة للافتة كبيرة جدا أمال بعمل إيه؟ ببتدي أقطع الكلمات دي على الفنيل بمكانة الكتر اللي بتقوم بعملية تقطيع الحروف ميكانيكياً حسب التصميم المطلوب بتقطع الحرف من غير ما تقطع خلفية الستيكر بعد كده اللي هو الفنيل يعني ما هو الفنيل ذات اللصق استيكر يعني ذات اللصق فأنا النهاردة بعمل إيه؟ المكينة بتاخد الدزاين بتبتدي تقطعه بالقطر الرقيق قوي ده اللي هو يدوبك بيقطع الطبقة العلوية للفنيل بعد كده ببتدي أخده ألزقه على السطح طيب أنا النهاردة عندي كلمة كبيرة في يفطة كبيرة جدا عشان أنقلها وارد جدا إن أنا أثناء عملية نقلها دي تتكرمش مني تلزق لو أنا جيت أفصل عملية اللصق دي ممكن الفنيل يتقطع مني والتصميم يموز ودي تكلفة عليها جدا ممكن توصل لعشرات الأمطار لو أنا بعمل تصميم كبير فقال لي إيه الحل في الموضوع ده إزاي يحافظ على الدزاين بتاعي المتقطع بالقطر اللي هو مكينة التقطيع إنه ينتقل إلى السطح اللي هو البلاستيك أو اليفطة أو الفنيل اللي أنا المفروض هلزق عليه خليني كده أتخيل معاكم الموضوع بيتم إزاي بص معايا كده أنا هافترض إن أنا عندي ده فنيل لونه أزرق الفنيل ده أنا هكتب عليه كلمة مصر هعملها مثلا بنوع من أنواع الخطوط ده التصميم المطلوب مني إن أنا إيه أعمله أنا هاخد الكلمة دي هقوم مدخلها على الكمبيوتر يبتدي الكمبيوتر يقطع لي حوالين الكلمة دي كده 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 بقى اللي متقطع عندي إيه كلمة دي لكن حوالين منها الأرضية دي كلها بقيت الفنيل حلو جدا أنا عايز إيه؟ عايز الكلمة بس عندي هنا لوح البلاستيك أو اللافتة المصنوعة من الفنيل أو سوري من البنر أو من الفلكس أو من الصاج أو من البلاستيك سطحها ناعم ومسقول ولونها إيه؟ أبيض بيضاء عايزة أنقل كلمة مصر اللي بالفنيل الأزرق دي بتقطعتها بشكلها من غير ما تتقطع مني ومن غير مطبوز أنقلها من هنا ألزقها على اللوحة البيضة دي هعمل إيه بقى؟ قال لي بنجيب حاجة مساعدة دي بيسموها كوفر أو بيسموها شريحة الشريحة دي بتبقى عاملة إزاي؟ مادة كده شفافة عاملة زي المشمع المادة دي بيبقى فيها لازق مادة شمعية خفيفة قوي يعني لازق بس مش لازق قوي لازق ضعيف بجيب المادة دي أقوم حطها هنا كده واضغط كويس جدا ما في عندي أدوات للضغط كده قطع من الكويتش أو المطاط بتضغط على السطح وأبتدي أرفعها اللي هيحصل أن الكلمة هتبتدي تلزق هنا بالاتجاه العكسي زي ما أنا عملها لكو كده بس لازق قوي ولا لازق ضعيف لازق ضعيف لازق ضعيف جدا تاني هلونا نتخيل مع بعض ده الغطاء أو الطبقة اللي بتنقل بيسموها طبقة ناقلة أو غطاء أو بيسموها أي تسمية المهم الطبقة دي بتعمل إيه؟ عبارة عن مادة بلاستيكية شفافة واخد مادة لاصقة شمعية خفيفة أوي لازق على بسيط أوي ببتدي أحطها هنا الكلمة دي متقطعة بالقطر متفرغة بس لسه في مكانها في وسط الاستيكر ببتدي أحط دي هنا وابتدي أضغط فيبتدي ألتقط الكلمة من هنا دي وظيفة الكفر فالكلمة تبتدي تتنقل من الفنيل هنا بقى بقى مكانها إيه؟ يعني أنا بعد ما خدتها بقت كلمة مصر هنا فاضية مكان الكلمة فاضي والأرضية فيها الفنيل يبقى اللي باين هنا الجزء اللي هو إيه؟ الضهر بتاع الواقي اللي لازق عليه الفنيل هقوم واخد دي زقية ما هي كده طبعا ده بيحفظ لي عليها على شكلها على حجمها على انضباطها ويقوم رايح هنا كده في بعض الناس كمان بتحط مواد مساعدة على السطح لتنظيفه تماما وسهولة عملية اللصق ابتدي أحط اللي هو الكفر بتاعي أصبت الأول الرسمة وابتدي أضغط بالضاغط كده مين اللي أقوى؟ اللازق بتاع المادة الشمعية ولا اللازق اللي في ظهر الفنيل اللازق اللي في ظهر الفنيل فابتدي ألاقي كلمة انتقلت معايا من مكانها وانتقلت إلى المكان التاني يعني حاولت أبسط لكم الفكرة على قد ما يمكن إن شاء الله لو في مجال أنتم تنفذوها فعليا أو عمليا في المدرسة إن شاء الله بإذن الله وأنا أتمنى طبعا أنتم كل حاجة تاخدوها تكونوا حارسين أنتم تحاولوا تنفذوها تتعلموها فيش منع أبدا إن احنا في فترة الصيف نحاول نشوف أي مكان نمارس فيه وانطبق فيه الحاجات الجميلة اللي احنا بنتعلمها فيه التخصص بتاعنا طيب خلونا نرجع بقى نشوف إيه الفرق بين الفنيل وبين الاستيكر العادي فيه عندنا حاجة اسمها استيكر بلاستيكي الاستيكر البلاستيك ده هتلاقي سعر الفرخ منه لا يتجاوز واحد على خمسة من سعر الفنيل طب ليه ليه مع أني مظهرهم متقارب وكانوا على فكرة من ضمن الحاجات يعني قديما قبل ما الفنيل ينتشر ولغلوة من الفنيل كانوا بيستخدموا الاستيكر العادي أو الاستيكر البلاستيكي العادي كبديل للفنيل لكن طبعا هو مش في نفس الجودة ولكن السعر بتاعه أقل لكن درجة أنه يبقى معمر أو يعيش أو كده طبعا بتكون أقل من الفنيل خلونا نشوف مع بعض الفرق أو الاختلافات اللي بين الاستيكر العادي والفنيل أول حاجة الاستيكر العادي غير مقاوم لأشاعة الشمس والعوامل الجوية لفترة طويلة يعني لو قلنا لو تفتكر قلنا الفنيل العادي أو الفنيل الأصلي الغالي لما بيتعرض للشمس كل ما يزيد تعرضه للشمس تزيد قوة التساقه على السطح لكن الاستيكر العادي الشمس بتقواصه بتساعد على أنه يبتدي يفقد لونه أو يفقد شكله يعني ما بيعمرش لفترة طويلة الفنيل المادة اللاسقة بتاعته عالية بتقوم أشاعة الشمس لفترة طويلة جدا ممكن يوصل لسنين أشاعة الشمس بتزيد من قوة التساق الفنيل عكس الاستيكر يعني الاستيكر مع الشمس يعني ينفصل عن السطح ولكن الفنيل بيزيد في قوة الالتساق قوة لسق الفنيل أعلى قوة تجدها في لسق بلاستيكي عندما تلسق على صاج عندما تلسق على صاج أو معدن لا تفك إلا بالبلور البلاور ده بيديني هوى سخن أو بيديني درجة حرارة عالية جدا درجة الحرارة العالية دي بتساعد في عملية إزالة الفنيل من على الأسطح يبقى الفنيل إذا التساق على سطح صاج أو معدن بيضي قوة الالتساق عالية جدا ما بيتفكش بسهولة يمكن أكتر من أي نوع تاني من الأسطح الفنيل متواجد بألوان عديدة وفي منه اللابيض طبعا اللابيض إحنا كنا قلنا أن فيه نوع باستخدمه على لونه ونوع بطبعه طبعا إذا هطبع رسمه هطبع على الأبيض وده بيستخدم في الطباعة عليه أو الدور وإن دور على مكينة طباعة الفلكس والبانر يوجد منه أنواع عديدة أيضا أفضلهم على الإطلاق الألماني طبعا الحاجات التكنولوجية والفنية حتى نلاقي أغلب المعدات بتاعتنا الألمان عندهم تميز في الناحية التكنولوجية يستخدم في مجال الإعلانات غير الطباعية حيث يتم عمل التصميم بأحد البرامج على الكمبيوتر وبيصدر الأمر المكينة الكاتر بلوتر فبتقطعها كلمات وأشكال بعد كده بيتم لسقاها على الأسطح الملساء زي ما قلنا الخامات بتتبعها على شكل رول رولات الفنيل 70 سنتي لحد خمسة متر فيه فينيل لحد خمسة متر وبأطوال من خمسين متر إلى متين متر حسب نوع الوظيفة اللي أنا هستخدمه فيها هننتقل بقى الموضوع الجديد وهو خامات أعمال التجميل البيئي والمعمري طيب ما المقصود بخامات التجميل البيئي والمعمري إحنا شعب بطبيعته شعب يحب يجمل البيئة التي تحيد لو لاحظنا هنلاقي أن ده موجود منذ أيام أجدادنا قدماء المصريين لن تجد مكان وطئه المصري إلا يعني يضع فيه لمسته فيه اللي هو يكون فيه حاجة فنية في هذا المكان يعني النهاردة يعني الأهرمات الحفر على جدران المعابد النقوش المعابد نفسها الأعمدة حتى فيه تقوص الموت والدفن كان بيستخدم الفن وبيضع لمسته الفنية سواء على الممياء أو على المقبرة أو على أي حاجة التابوت كل الحاجات دي كان بيحط فيها اللمسات الفنية إحنا شعب بطبيعته منذ جزوره التاريخية بنعمل عملية تجميل لكل ما يحيط بنا من البيئة نحاول نوظف البيئة بشكل جمالي ونوظف الخامات الموجودة في البيئة عشان نطلع بعمل إبداعي وعمل جميل وطبعا إحنا الحمد لله دولة حباها الله بالكثير من الخامات الطبيعية اللي سهل جدا إن إحنا نعمل بيها إبداعات وجمال طبعا خاصة في الأماكن زي الأقصر وأسوان وطبعا إحنا عندنا ما شاء الله قنوز طبيعية موجودة في جميع محافظات مصر سواء كانت أحجار سواء كانت عندي موارد مادية سواء كانت عندي أماكن ومسطحات تصلح أن أنا أعمل فيها أعمال فنية كل ده بيديني فكرة أن أنا أبتدي عندنا محاجر رخام عندنا محاجر بازلت كل دي أماكن أقدر أطلع بها بخامات أعمل منها أعمال فنية رائعة طيب النهاردة هو بيعمل إيه فيه ما معنى كلمة تجميل بإيه معنى أن أنت وانت ماشي في الشارع تشوف شكل جميل توحيد وجهات المباني ده تجميل بيئي الأعمال اللي بتتم في محطات القطارات ومحطات المترو تجميل بيئي الأعمال اللي بتتم فيه أسوار الحضائق والأماكن المحيطة بيها تجميل بيئي الأعمال اللي بتتم على وجهات المباني الحكومية وغير الحكومية من أعمال فنية ده تجميل بيئي الأعمال اللي بتتم في بعض القرى المبدعة زي بعض القرى الموجودة في الأماكن الساحلية اللي تم عمل رسمة على البيوت يتناسب مع طبيعة الصيد وطبيعة المكان وجماله كل دي حاجات تدخل تحت نطاق التجميل البيئي يبقى التجميل البيئي هي اللمسة اللي بيضعها الإنسان في تجميل البيئة المحيطة بالخمات الموجودة عنده فخلونا نشوف مع بعض ما المقصود بالتجميل البيئي وإيه أهم الخمات اللي باستخدمها في عمليات التجميل البيئي نشوف مع بعض خمات الرسوم الجدارية اللي هي التمرة والإفرسك طبعا اللي زار مننا المعابد المصرية القديمة أو طبعا راح المتحف المصري أو طبعا زار الوادي الملوك والملكات في الأقصر هيقدر يعرف ما المقصود بديهنات التمرة والإفرسكو طبعا هشوف الحاجات دي على الطبيعة هشوف جمالها هشوف إبداعها هشوف قد إيه الألوان التي نفزت من آلاف السنين ما زالت محتفظة ببهاءها وزهوها ورونقها وجمالها وإتقنها طيب إيه المقصود بخمات الإفرسكو؟ كلمة إفرسكو كلمة معناها طازج أول خامة باستخدمها في خمات الإفرسكو هي خامة الرمل طيب قبل ما نتكلم عن خواص الرمل خلونا نقول يعني إيه إفرسكو؟ يعني إيه تمرة زي ما قلنا الإفرسكو هو عبارة عن نوع من الألوان بيتم استخدامه فور إعداده عشان كده بيسمه طازج أو فرسك أو إفرسكو فالمقصود بيه أنه بيتم استخدامه فور تجهيز اللون مش بسيبه يخمر مش بسيبه يعود فترة مش بستخدمه بعد فترات بستخدمه مباشرة فيسمى طازج والطازج هو الإفرسكو بالنسبة للتمبرة التمبرة بتسمى باسم المادة اللاصقة الموجودة فيها يبقى إذا قلت لك تمبرة غراء مادتها اللاصقة الغراء إذا قلت لك تمبرة السمغ يبقى مادتها اللاصقة هي السمغ إذا قلت لك تمبرة البيض يبقى مادتها اللاصقة هي البيض يبقى إذن النهاردة تمبرة لبن يبقى مادتها اللاصقة هي الكازين أو الغراء الموجود في اللبن منزوع القشدة أو مزال منه المواد الدهنية يبقى النهاردة عندي ألوان التمبرة وألوان الإفرسكو هي الألوان التي استخدمها المصري القديم منذ آلاف السنين اللي لو سعدتم بزيارة أسرنا المصرية القديمة في الأقصر وفي أسوان وفي المعابد المختلفة أنا أعتقد ما فيش محافظة من محافظات الصعيد وغير الصعيد تخلو من المعابد كنا في زيارة قريبة في الوادي الجديد من المحافظات الحدودية الرائعة نتمنى أنها تحظى بالمزيد من الاهتمام بعد أن توجد كعاصمة للثقافة المصرية في العام 2023 نتمنى لهم كل التوفيق كان برضو حتى الوادي الجديد وجدنا فيها أحد المعابد اللي احنا قمنا بزيارتها يعني إذن أصرنا موجودة في كل محافظات مصر تقريبا بتنم عن روعة وإبداع الفنان المصري في تنفيذ النقوش والدليل على كده أن الخامات التي استخدمت منذ آلاف السنين ما زالت بكامل رونقها وكامل بهقها وبجدد دعوتي وطلبي لسيادة وزير التربية والتعليم أن أتمنى أن طلاب الزخرفة على مستوى الجمهورية يسعدوا بدعم سيادتك أنك تنفذ لهم أو تدعمهم في القيام برحلات تعليمية تكون على الطبيعة يشوفوا عظمة أجدادهم وده هيكون ليه شق طبعا تعليمي وليه شق طبعا رائع في عملية إكسابهم التعرف على التاريخ وزيادة انتماءهم وإحساسهم بعظمة بلدهم وطبعا بتمنى إن شاء الله أن طلابي كلهم يطلوا على الحاجات دي على الطبيعة ويقدروا يشوفوها لأن ده طبعا هيزيد من اقتناعهم والقدرة واللمس على الطبيعة قد إيه الحاجة دي كانت تعظيمة وكانت رائعة يبقى عرفنا معنى كلمة إفريسك أو إفريسكو ومعنى كلمة تمرة يبقى ألوان التمرة وألوان الإفريسكو هي الألوان اللي بتقوم في الأساس على خامتين الإفريسكو بتقوم على خامة الجير والتمرة بتقوم على نوع المادة اللاصقة مع الملون اللي بتحطى عليها وزي ما قلت لك بتسمى حسب اسم المادة اللاصقة الموجودة فيها طيب إيه أول خامة من خامات الإفريسك أو خامة الإفريسكو هي خامة الرمل طيب خلينا بقى نكمل إن شاء الله بإذن الله كل تفاصيل خامات الإفريسكو وخامات التمرة في الحلقة القادمة لأن احنا تقريبا وقتنا انتهى وإن شاء الله بإذن الله احنا توقفنا عند أول جزئية في خامات التجميل البيئي إن شاء الله تساعدوا بدراسة هذا الجزء من الأبواب الممتعة في دراسة الخامات واكتهدوا معي علشان إحنا إن شاء الله قربنا ننهي المنج بتاعنا مش قريب قوي لكن إن شاء الله بإذن الله نكتهد في ده عشان نرحل نراجع اكتهدوا لأن لكل مكتهد النصيب واكتهدنا وطموحنا هو سر نجحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله